افتتحت الشيخة بدور القاسم رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الاماراتي لكتب اليافعين في مدينة جوادالاهارا المكسيكية معرض الخراريف برؤية معاصرة الذي نظمه كل من المجلس الاماراتي لكتب اليافعين والمجلس المكسيكي لكتب اليافعين بالتعاون مع متحف مدينة جوادالاهارا في المكسيك وبيت الحكمة في الشارقة ضمن فعاليات برنامج الشارقة ضيف شرف الدورة السادسة والثلاثين من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب ويسعى المعرض في نسخته الجديدة الى تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الافكار الابداعية بين دولة الامارات والمكسيك حيث اعاد خمسة فنانين اماراتيين تخيل الاساطير والحكايات الشعبية المكسيكية ورسمها برؤية جديدة في حين رسم خمسة فنانين من الدولة الواقعة في امريكا اللاتينية خمس حكايات شعبية اماراتية من زاوية حديثة